نشاط السابع مساء من الميادين والبداية مع العنوين نحن الشعب الما بيسوي نحن نبقى هاتون مقاوم استمرار المواقف الرافضة لتدخل السفيرة الأمريكية في لبنان وبيان الخارجية بعد لقائها يكتفي بالتوضيح القوات المسلحة اليمنية تعرض مشاهد العملية العسكرية الأهم في محافظتي مأرب والبيضاء رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد للميادين موقفنا ثابت من عدم الاعتراف بإسرائيل ومن رفض تطبيع بعض الدول معها طهران تصدر أوامر اعتقال بحق 36 مسؤولا بينهم ترامب لتورطهم في اغتيال الشهيد السليماني والانتر بول يقول أنه لن ينظر في الطلب الإيراني انتكاسة لحزب الرئيس الفرنسي في الانتخابات البلدية وتقدم لحزب الخضري واللياساج وتتابعون في السابعة الشهيد إيات حلاق وجورج فلويد على جدار الفصل العنصري في فلسطين المحتلة مساء الخير على خلفية تصريحاتها الأخيرة والقرار القضائي ضد تدخلها في الشؤون اللبنانية حضرت السفيرة الأمريكية دورتيشية إلى مقر الخارجية حيث التقاها الوزير نصف حتي بيان الخارجية بعد اللقاء قال أن النقاش كان صريحا بشأن التطورات الحالية على الساحة المحلية كما جرى خلاله التطرق إلى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين أشدد الجانبان على أهمية التعاون بين الحكومتين في المجالات كافة دعما للبنان للخروج من أزمته الاقتصادية وفق البيان بالتزامن مع اللقاء كان المحتجون خارج مبنى وزارة الخارجية يرفعون الشعارات الرافضة للتدخل الأمريكي في شؤون لبنان الداخلية مؤكدين أن السيادة خط أحمر من أمام وزارة الخارجية في لبنان هتف المتظاهرون ضد التدخلات الخارجية في شؤون بلادهم الداخلية وتحديدا الأمريكية منها مؤكدين استمرار المقاومة وأحقيتها تحت عنوان السيادة خط أحمر السفيرة الأمريكانية لازم تعرف وعن جد لازم تعرف أنه المبادرة بييد الشعب اللبناني المبادرة بييد الأحرار المبادرة بييد الوطنيين مبادرة بييد المقاومين المبادرة موجودة بالشرع اللبناني ما حدا في يرغيها نحن نرفض أي تدخل خارجي على لبنان لبنان بلد المقاومة رغم أنوف الأقزام وهذا الصراع أن كان بدي يكون حصار أو بدي يكون شو ما كان نتيجة ونحن بنعرف طريبة قضيتنا بسطنا فلسطين وما رح تنجح لا هيدي السفيها ولا غيرها أنه تقدر تمنعنا من هذا الموضوع الوقفة الاحتجاجية نظمتها المجموعات الشبابية والقوى الوطنية والمجتمع المدني تزامنا مع استدعاء الخارجية اللبنانية السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثيشية لما أخذها على تصريحات الأخيرة التي رأت فيها شريحة كبيرة من اللبنانيين تهديدا للسلم الأهلي وطلبت بوضع حد لسلوك شية وانتهاكها للسيادة الوطنية تلك التحركات ليست الأولى بل سبقها تحرك للجنة المحامين الوطنية أمام قصر العدل تحت العنوان نفسه ودعم لاستقلالية القضاء وتعزيز دوره في مكافحة الفساد لا يحق لأي سفير أيا كانت جنسيته وفي أي بلد كان أن يتدخل في الشؤون الداخلية للبلد اللي هو فيه هو دبلوماسي مفروض يكون كلامه ناعم ويقرب لا يبعاد كلام السفيرة الأمريكية تحريض على الفتنة على الحرب الأهلية وعلى وقع هدفات المتظاهرين كان لقاء السفيرة الأمريكية مع وزير الخارجية اللبناني نصيف حتي حيث أدلت بتصريح لدى خروجها من الوزارة وصفت فيه القرار القضائي بمنعها من التصريح للوسائل العالمية بالمؤسف ورأت أنه جاء لحرف الانتباه عن الأزمة الاقتصادية قبل أن تؤكد إيجابية اللقاء واستمرار بلادها في دعم لبنان والآن ينضم إلينا رئيس حركة الشعب من بيروت الأستاذ نجاح وكيم مساء الخير أستاذ نجاح يعني بيان خارجية بعد لقاء السفيرة الشيئة هل أقنعكم الاكتفاء فقط بالتوضيح بعد كل ما جرى؟ في الحقيقة البيان لم يقنعنا أصلا لأن البيان من الطبيعي أن يأتي مغلفا ولا يعكس بالضرورة حقيقة ما جرى ولكن المسألة الأساس يعني نرى أن البعض يتحدث عن موضوع خرق السفيرة للأصول والعراف الدبلوماسية والبعض الآخر يتناول مدى قانونية القرار الصادر عن قاضي العزلة في سور المسألة الأهم من كل هذا أن السفيرة الأميركية بالتصريح أو بالتصريحات التي أدلت بها خاصة تصريح لمحطة الحدث أو لفضائية الحدث هو أنها تقر بشكل فاضح أن بلادها تجر لبنان إلى الحرب الأهلية هذا هو المضمون الأخطر للتصريح الذي أدلت به لا شك بأن الولايات المتحدة الأميركية وهذا ما عبرت عنه السفيرة تحاول جر لبنان إلى فتنة دموية وأقول هذا الكلام لكل مواطن لبناني بصرف النظر عن انتمائه السياسي هل إن إغراق لبنان بالدم هو لمصلحة أي جهة أو أي طائفة أو أي مواطن في لبنان هذه هي المسألة التي يجب دائما أن نصلت الضوء عليها لنكتسب ليعرف الجميع أن الولايات المتحدة الأميركية وكجزء من سياستها الآن هو جر لبنان إلى الحرب الأهلية لماذا هذا هو الهدف الأميركي الآن على معظم المحللين أو المراقبين للشأن اللبناني أن الأمريكي الآن يمتلك أيضا سلاح مهم سلاح العقوبات الجوع وهذا أيضا ما رد عليه ممكن بخطابه الأخير السيد حسن نصر الله والأمين العام لحزب الله لماذا الآن الجنوح إلى إثارة العنف والفتنة بلبنان إذا كانت تمتلك السلاح الأقوى كما قيل الحقيقة أن الولايات المتحدة الأميركية وضعت لبنان أمام معادلتين المعادلة الأولى إما الجوع وإما المقومة المعادلة الثانية في حال فشلها في تطويع لبنان بهذه المعادلة المعادلة الثانية هي إما الحرب الأهلية وإما المقومة أعتقد الآن الولايات المتحدة الأميركية التي تمنع عودة الرسميل التي أخرجت من لبنان وهي سماحك الأمين العام لحزب الله قال إنها 20 مليار دولار معلوماتي أنا إنها أكثر من ذلك وطبعا هذه لم تذهب لا إلى سوريا ولا إلى إيران ولا إلى الصين هذه سحبت من لبنان لكي تتمكن الولايات المتحدة الأميركية من الضغط هذا الذي نراه كل يوم ارتفاع في سعر صرف الدولار أو انخفاض في سعر صرف الليرة هذه سياسة تنفذها الولايات المتحدة الأميركية ولكنها في لحظة ما عندما تدرك أنه رغم كل المعانات فإن هذه المعادلة لن تفلح في ضرب المقاومة لن تؤدي إلى ضرب المقاومة وهذا ما بدأت تدركه الولايات المتحدة الأميركية فإنها تسحب المعادلة الثانية وتضعها موضع التنفيذ العملي وهو الفتنة والحرب الأميركية كل الأطراف اللبنانية توقن ذلك أستاذ نجاح نجاح أفواً إما الحرب الأهلية أو استهداف المقاومة وسلاح المقاومة لأنه كثر ممن سارعوا إلى رفض هذا الاتهام حتى القرار القضاء بحق السفيرة الأميركية ومسألتها مرجعيات دينية وسياسية مهمة بلبنان حتى أكثر من ذلك ذهبت السفيرة لتقول أنه قانون قيصر لن يصيب اللبنانيين بل هم حصراً من يدعمون حزب الله وكذلك سوريا ماذا يتقول الرويات المتحدة الأميركية أو شكلة الرويات المتحدة الأميركية شيء والحقيقة شيء آخر أولاً لا توجد ضمانة أدنى ضمانة بأن لبنان لنفترض أنه استجاب لواحدة من هتين معادلتين ما هي الضمانة في أن الرويات المتحدة الأميركية لا تدفع لبنان نحو الفتنة والغرق في الدم لا توجد أي الضمانة إذن المسألة ليست مسألة سلاح المقاومة المسألة التي تريدها الرويات المتحدة الأميركية هي جر لبنان إلى ما يسمى صدقة القرن وتعطيل دور لبنان وإمكانية نهوضه وجعله على شكل محميات تحت قبضة إسرائيل إذن المسألة حتى المعادلات التي تطرحها الرويات المتحدة الأميركية هي ليست صادقة فيها لأنه لا توجد أي ضمانة بأنه لنفترض جدلاً أن تجع السلاح المقاومة هل هناك ضمانة بأن يفرج عن لقبة الشعب اللبناني؟ أنا متأكد أن هذا الأمر لن يحصل وهل أن نزع السلاح المقاومة اللي نفترض يعني يمنع الرويات المتحدة الأميركية من إغراق لبنان بحرب أهلية؟ نعم أين كان السلاح المقاومة في الخمشة السبعين؟ عندما دبرت الرويات المتحدة الحرب الأهلية وسأخذ لبنان إليها وراء أين المجازر والهلاك الذي حصل أو الذي حل بلبنان بسبب خطط للرويات المتحدة الأميركية بعيدة جداً عن مصحة الشعب اللبناني اليوم عندما تقول أن قانون قيصر لا يستهدف الشعب اللبناني أيضاً وهي تضيف ولا يستهدف الشعب السوري إذن من يستهدف عندما لا يستطيع المجارع اللبناني والصناع اللبناني أن يصدر إنتاجه يعني بالمختصر أستاذ نجاح كل هذه السياسات تصب لمصلحة إسرائيل بطبط لمصلحة إسرائيل لمصلحة مشروع أميركي كبير في إعادة رسم الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط وفي هذه الجغرافيا ولا أقول هذا من موقع أنا ضد أو أنا مع وهذا أيضاً يتزامن أستاذ نجاح أيضاً مع المطالبات التحديداً الأمريكية بترسيم الحدود البحرية والبرية وما يجري الآن من يمكن عمل إسرائيلي باستخراج الغاز بالقرب من بلوك 9 ويتعرض للسيادة اللبنانية شكراً جزيلاً أستاذ نجاح حتى قبل البلوك 9 البلوك 4 هل صحيح أن البلوك 4 ليس فيه نفط أو ليس فيه غاز؟ هذا غير صحيح ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تمنع لبنان من استخراج أي برميل نفط أو أي قارورة غاز لأنها تمنع لبنان من أن يتنفق شكراً أستاذ نجاح نعم وصلت الرسالة وأعتذر على مقاطعتك أستاذ تفضل بشكل سريع بسيطة بس بدي أقول ربما موضوع الحرب الأهلية أو الفتنة هو ما استند إليه القاضي مازح في القرار الذي أصدره هذا كل اللي بدي أقوله شكراً جزيلاً لك أستاذ نجاح وكيم رئيس حركة الشعب كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت كذلك شددت السفارة الإيرانية في لبنان على أنه لا يحق للسفيرة الأمريكية في بيروت ضرب دولة أخرى من خلال الأرجيف التي تختلقها وفي تغريدة على حسابها قالت السفارة الإيرانية أن السفيرة الأمريكية كلما ثرثرت أكثر أهانت نفسها وبلادها أكثر الرد أتى بعد كلام السفيرة عن أن رفض أو فرض القيود على الإعلام يحدث في إيران لا في بلد مثل لبنان إلى اليمن حيث أعلنت القوات المسلحة تطهير مدرية ردمان بالبيضاء بالكامل وتطهير جبهة قانية وصولاً إلى مناطق مهلية وأجزاء واسعة من مدرية العبدية بمحافظة مأرب القوات المسلحة اليمنية عرضت للمرة الأولى مشاهد للعملية الواسعة التي استمرت ثلاثة أيام جرى خلالها تحرير مساحة تقدر بأربعينئة كيلومتر مربع من محافظتي البيضاء ومأرب بعد اشتباكة عرض بعض المرتزجة وهم يهربون ويولون الأدبار بعد التقدم الكبير لقواتنا المشاهد أظهرت أيضاً الغنائم التي حصلت عليها القوات المسلحة اليمنية خلال تأمين مدرية ردمان ومن بين هذه الغنائم مدرعات وأسلحة ثقيلة وكذلك صواريخ من آثار الفتنة التي جام بها المدعو أو الخائن العواضي وهي أسلحة كبيرة وكثيرة ستظهر ارتباعاً هذه بعض الصواريخ وكذلك ستظهر أسلحة كثيرة جداً القوات المسلحة اليمنية عرضت مشاهد للأسرى من المقاتلين في صفوف التحالف السعودي بعد فرار مسؤوليهم في ردمان وأكد ناطق باسم القوات المسلحة العميبي حسريع الذي استعرض نتائج العملية سقوط العشرات بين قتيل ومصاب وأسير بجانب إنساني وإكرامهم كما يتعامل الجيش واللجان الشعبية مع كل الخوانة والمرتزقة في هذا البلد يعاملهم بإكرام عندما يكونون أسرع استكملت قواتنا المسلحة مسنودة بالشرفاء الأحرار من أبناء محافظة البيضاء تطهير مديرية ردمان بالكامل إضافة إلى تطهير جبهة قانية والوصول إلى مناطق في مديرية ماهلية وأزأ واسعة من مديرية العبدية بمحافظة مأرب حتى اللحظة حققت قواتنا بفضل الله تقدم مهم وكبير بعد أن تمكنت من تطهير مساحة تقدر بأكثر من أربعمائة كيلو متر مربع من المناطق المذكورة استغرق تنفيذ العملية ثلاثة أيام وكانت نتائجها على النحو الآتي أولا تحرير مساحة جغرافية تقدر بأربعمائة كيلو متر مربع من محافظتي البيضاء ومأرب اثنين أكثر من مئتين وخمسين من قوات العدو سقطوا ما بين قتيل ومصاب وأسير ثالثا تم تدمير ما لا يقل عن عشرين مدرعة وآلية رابعا تم اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة منها مخازن بأكملها وكذلك آليات ومدرعات إماراتية وصعودية شارك في تنفيذ العملية العسكرية النوعية وحدات مختلفة من قواتنا المسلحة منها سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نجحت الوحدات العسكرية المشاركة في العملية في تنفيذ كافة المهام وفق الخطة العملياتية وفي الوقت المحدد بعون الله وفضله والآن ينضم إلينا من صنعاء وزير السياحة في حكومة صنعاء ومنسق الجبهة الوطنية لتحرير الجنوب الأستاذ أحمد العلي أهلا بك أستاذ أحمد أبدأ من الناحية الجغرافية وكذلك البعد الاستراتيجي لهذه المنطقة وردمان التي تحررت ما أهميتها بسم الله الرحمن الرحيم تعيي لكم وللمشاهدي الكرام بدون شك أن منطقة البيضاء وتحديدا المناطق التي تم تحريرها هي مناطق استراتيجية تكع في الجزء الشرقي من اليمن وبالتالي تكتسب أهمية جغرافية وتاريخية أيضا وأيضا ذات بعد عسكري كبير كان يريد العملاء والمرتزكة ومن ورائهم دول العدوان أن يحققوا اختراك كبير يؤدي بالضرورة إلى إحداث حالة حصار على مناطق واسعة من وسط اليمن الهضبة الوسطى تحرير هذه المناطق يعني كسر مشروع وإلغاء وإنهاء مشروع دول العدوان في الهيمنة والسيطرة على مناطق شاسعة في بلادنا إذن نحن أمام إنجاز كبير تحقق بفضل يقضت وشجاعت وبطولة أبناء الجيش واللجان الشعبية الذي نحييهم من خلال كناتكم الكريمة طبعا هذا الإنجاز الكبير الذي كان سريعا وخاطفا أكد بالضرورة مدى ما وصلت إليه أولا مشارع دول العدوان التي بدأت بالعدوان على اليمن وقتل المدنيين وأيضا الوصول إلى حالة لا إنسانية لنشر الأمراض في اليمن لكنها جميعها فشلت لأكثر من خمس سنوات ونحن اليوم في السنة السادسة في السنة السادسة الوضع تغير تماما وهناك إدراك حقيقي والتفاف شعبي كبير حول قيادة الثورة أولا وحول المشروع الوطني الذي اليوم وبعد هذه السنوات تكشفت أبعاد العدوان على اليمن التي يأتي من ضمنها موضوع التطبيع مع العدو الإسرائيلي إذن نحن أمام انتصارات وهذه ليست إلا مقدمة أو وجبة دسمة غنية تعبر بالضرورة على مدى ما ذهب إليه كل أبناء اليمن قادما سنرى انتصارات أكبر وأعظم تعبر بالضرورة عن المشروع الوطني الحقيقي وعن التفاف الشعب اليمني حول قيادة الثورة نعم فقط قبل أيام في الثالث والعشرين من حزيران الماضي أعلن عن توازن الردع الرابعة استهداف أماكن حساسة في الرياض وداخل يمكن الأراضي السعودية توالي هذه الإنجازات العسكرية كيف يمكن تصنيفها بميزان القوى الحالي وهل أدرك التحالف السعودي بأنه لا يمكن العودة إلى خمس سنوات أو ست سنوات إلى الوراء وما هي سبل الخيارات أمامه بطبيعة الحال بدون شكل إنجاز العسكر الكبير الذي تمثل في أربع دورات أو أربع معادلات حقيقية وعمليات في العنق السعودي اليوم نحن قبل أيام شاهدنا العملية الرابعة التي هي في الواقع لو كان هناك عقول تدرك معنى هذه العملية ومعنى هذا الإنجاز الكبير ومعنى أيضا امتلاك الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية لهذه الأسلحة الفائقة التدمير والقادرة على ضرب عمق العدولة وللأسف لكانت راجعت حساباتها وأدركت أن أي مشروع يراد تنفيذه على أرض الواقع وفي داخل اليمن هو مستحيل وأتمنى أن تصل الرسالة أتمنى أن يكون هناك قدر كافي من الوعي والإدراك لطبيعة ما وصل إليه الجيش اليمني واللجان الشعبية من امتلاك قدرات كبيرة لم يكن العدو يتوقعها نتمنى أيضا والدولتين للأسف دولتين سعودية والإمارات ليست إلا أدوات لمستعمر غاشم كبير هو رأس الكفر العالمي أن على الأقل تدرك وأيضا هذه الدول التي ترعى الدولتين وترعى غيرها في منطقتنا العربية والإسلامية أن تدرك أنه لا مجال إطلاكا أمام عظمة وقوة وشجاعة هذا الشعب اليمني الأصيل ربما فضعت سعودية والإمارات يعني انتقلنا بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية من يمكن قوة التوازن أو من التوازن إلى التفوق الآن بعد هذه الإنجازات الميدانية ولكن ما هو الحل السياسي المطروح؟ ما هو المقبول يمنيا وما هو المرفوض بالنسبة لها؟ حقيقة لا دخل لأحد في حياة اليمنيين هناك يمنيون قادرون وقد تعودوا دائما على إجراء حوار داخلي عندما يكون الحوار الداخلي حقيقة ودون تدخل من الدول الخارج وتحديدا النظام السعودي وأيضا الرعاية الأمريكية لهذا الحوار حقيقة ينجح الحوار الداخلي تماما لا يمكن أن ينجد شيء عكس ما يريده ويتطلع إليه أبناء اليمن لا يمكن أن يتحقق سواء بالعدوان أو عبر حوار ترعاه أمريكا أو تدعمه النظام السعودي والإماراتي ولعلنا أمام حوار جرى أكثر من مرة في الكويت واستوكولوم وغيرها من المناطق لم يؤدي إلى نتيجة لأن القرار لم يكن قرار يمني بالنسبة للطرف الآخر طرف الارتزاق وإنما كان هو قرار يملى عليهم وبالتالي لم نصل معهم إلى أي إنجاز لأي حوار الحوار هو الحوار اليمني الذي يلبي فقط احتياجات الشعب اليمني وتطلعاته في الحرية والاستقلال وأنا أقول وبصريح العبارة أن الحل السياسي في اليمن وأنه هو وقف العدوان أولا ورفع الحصار وبعدها ممكن التفاهم حول قضايا كثيرة بما فيها علاقات التي يجب أن تنشأ بين دولتين بين النظام السعودي وبين اليمن هذا هو الطريق الأوحد والطريق الذي لا يمكن التخلي عنه لا يمكن أن تبقى اليمن حديقة خلفية لآل سعود هذا اليوم نحن قدمنا آلاف الأرواح وقدمنا أنهار من الدماء لا يمكن يتراجع أو يتنازل شعبنا اليمني عن هذه الدماء وهذه الأرواح الطاهرة هناك هدف وحيد وهو الاستقلال السياسي الاستقلال بمفهومه العام لا يمكن أن نبقى نتلقى التعليمات من الرياض لا يمكن أو من أي دولة أخرى إلى أين وصلت الأمور؟ هناك حركة للمبعوث الأممي إلى اليمن هل يمكن أن تصل الأمور إلى نقطة توافقية أو وسطية الآن خصوصا بعد تسجيل هذه الإنجازات الميدانية وكلنا نعلم على طاولة المفاوضات بطبيعة الحال الخلفيات الميدانية الإنجازات العسكرية هي التي تملي على الأطراف وهنا يقال بأنه باتت المملكة العربية السعودية أمام خيارات ديقة ما هو دور الآن المبعوث الأممي إلى اليمن؟ دعيني سيدتي أتحدث بأسا عن دور المبعوث الدولي لم يحقق أي إنجاز وكان عبارة عن وكيل لدول العدوان أو يلبي فقط المصالح الدول الكبرى دائما في كل إحاطاته الكثير من الكذب والكذير من التزوير شعب اليمني يحاطر شعب اليمني يجوع شعب اليمني تنشر فيه الأمراض ورغم هذا لا نسمع حديثا من المبعوث الدولي عن كل معاناة الشعب اليمني بل في لحظات معينة يحمل المعتدى عليه يحمل القتيل مسؤولية أنه قتل وهذا مؤسف وهذا مؤلم للغاية حقيقة حقيقة نحن لا نعول على دور لا أمم المتحدات تجنبت كثيرا الوضع المأساوي الذي يعيشه اليمنيين العطار اليوم نحن نعيش أزمة نفطية خانقة أين الأمم المتحدة أين الجانب الإنساني أين المواثيق الدولية أين الأهداف التي قامت على إثرها منظمة الأمم المتحدة لا توجد إطلاقا هناك هيمنة للدول الكبرى على الدول المستضعفة والدول الصغيرة وبالتالي شعبنا اليوم لا يمكن أن يعلق أمالا كبيرة لا على المبعوث الدولي ولا على أي اتجاه آخر يسعى أريد أن أعيدك فقط إلى نقطة بأبعاد كما قلت العدوان السعودي خصوصا هناك خلافات واضحة في الجنوب اليمني ما شرى بأبيان هذا الشرخ والانقسام العمودي ما بين الحالفين إن كان الإماراتي وكذلك أو ما يسمى بالشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بينما الشرعية المدعومة من السعودية كيف من انطلاقا من هذا التقسيم الذي يجري بأليمن يمكن الوصول إلى وحدة الآن وعدم تجزئة اليمن إلى أقسام البعض يذهب يمكن إلى السيناريوهات ستة أقسام أو ستة أجزاء وأيضا بنفس الإطار هنا هل يمكن الحديث عن مصلحة إسرائيلية لأنك ذكرت من ضمن الأبعاد لهذا العدوان أن تطبع العلاقات مع إسرائيل أولا دعيني أقول أن مشروع الأقلمة في اليمن كان هو المشروع الذي رفضه كل شرفاء الوطن رفضته التيارات السياسية التي ترتبط أصلا بالوطن وتقدس أيضا تراب الوطن وبالتالي هناك مشروع آخر يراد من تقسيم اليمن تمزيق احتلال أرض هنا بثرواته هذا هو المشروع اليوم الذي كنا نحن كقيادات سياسية ندركه جيدا إلا أن هناك كان من يتعاطف مع مسميات بعينها إلا أنه اليوم هناك وعي يتزايد وهناك إدراك حقيقي من كل أبناء شعبنا اليمني بطبيعة المشروع تسليم جزيرة سقطرة للإمارات من قبل النظام السعودي هذا واحد من الأدلة القاطعة التي تقول أن هؤلاء لم يأتوا إلى اليمن لدعم ما سمي كذبا وزورا بدعم الشرعية إطلاقا كانت الشرعية عبارة عن عنوان كاذب ورخيص جدا يجرنا إلى هذا المستنقع للأسف الشديد المستنقع اليوم يقع فيها أيضا المرتزقة وأيضا السعودية وكذلك الإمارات أقول وبكل صراحة أنه لا يمكن إنجاز هذه الأهداف إطلاقا لا يمكن احتلال اليمن لا يمكن تغيير المسار السياسي الثوري التي تنهيه اليمن عفوا نعطيني فرصاء أكمل أيضا لا يمكن أيضا أن تحلم إسرائيل وتحقق ما في نفسها موضوع التطبيع الذي بدأت أصوات تظهر هنا وهناك إذن هناك شعب يمني يلتحم بقيادته يلتحم بقواته المتسلحة وجيه واللجان الشعبية وهناك إصرار على الانتصار ولا غير الانتصار إطلاقا شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد العلي وزير السياحة في حكومة صنعاء وكذلك منسق الجبهة الوطنية لتحرير الجنوب كنت معنا من العاصمة اليمنية شكرا جزيلا لك والآن مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل قصير بعده نعود لاستكمال السابعة لا تذهبوا بعيدا لو سمحتهم من جديد أهلا بكم أكد رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد في حوار خاص مع الميادين رفض الخطة الإسرائيلية للاستلاء على الأراضي الفلسطينية مشيرا إلى أن إسرائيل تتصرف بما يتنافى مع القانون الدولي لأنها تحظى بدعم البلدان الأوروبية وأمريكا هذا تصرف غير قانوني يتنافى مع القانون الدولي والقوانين الكافة لا يمكن لأحد الاستلاء على أراضي الآخرين والإدعاء بأنها ملك له إسرائيل برمتها بنيت من خلال الاستلاء على الأراضي الفلسطينية وهذا أمر خاطئ جدا وبالتالي كنا دوما منويين لاستحداث دولة إسرائيل لكن بالطبع تحظى إسرائيل بدعم البلدان الأوروبية والولايات المتحدة وبهذه الطريقة تتصرف بما يتنافى مع القانون الدولي مهاتير محمد أكد أن موقف ماليزيا ثابت لجاهة عدم الاعتراف بإسرائيل وتنديد بتضيع بعض الدول العربية أو عفوا بعض الدول لعلاقاتها معها منذ البداية لم نعترف بإسرائيل وحتى الآن ليس بيننا وبينها أي علاقات دبلماسية ولطالما نددنا بها لكن لسوء الحظ بعض البلدان ينتهج سياسات مختلفة وترغب هذه البلدان في الصداقة مع إسرائيل ولا يمكننا أن نقتلها فهذه سياستها رئيس الوزراء الماليزي السابق قال أن بعض الدول الكبرى تعمل على بث عدم الاستقرار في البلدان الإسلامية لكي لا تحقق التنمية وتزداد قوة لا شك في أن البعض يرغب في حثنا على التقاتل فيما بيننا يريدون أن يقاتل السنة إخوانهم الشيعة أعرف أن بعض الدول العظمى يرغب في بث عدم الاستقرار في البلدان الإسلامية كي لا تحقق التنمية وتزداد قوة ولذلك تستخدم هذه الدول الاختلافات بين السنة والشيعة لتحريض بعضهم على البعض الآخر ويشتر بنا ألا نسمح لأنفسنا بأن ننجر وراء استراتيجيات هذه الدول التي تخدم أهدافها وبشأن الاحتجاجات ضد العنصرية في الولايات المتحدة قال مهاتير محمد أنها تظهر ألا ديمقراطية حقيقية في الولايات المتحدة وأنها بلد غير منصف وغير عادل إلى حد بعيد يظهر هذا التطور أنه لا ديمقراطية حقيقية في الولايات المتحدة وأن هذا البلد غير منصف وغير عادل إلى حد كبير تجاه أصحاب البشرة السوداء أحضروهم إلى الولايات المتحدة لكنهم يعاملونهم اليوم على نحو سيء لابد من أن ندعم هؤلاء لأنهم يناضلون من أجل حقوقهم الإنسانية لأنه بهذه الطريقة يمكننا أن نظهر أن المجتمع الأمريكي غير عادل وغير منصف تجاه أبناء ملته وبالتالي أن نحد من تأثير الولايات المتحدة في شؤوننا الداخلية هذا ولنوه مشاهدنا الكرام بأن الحوار مع مهاتير محمد سيبث عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس الشريف إلى فلسطين المحتلة حيث تتسارع الخطوات الإسرائيلية ومعها الجهود الأمريكية لتحقيق توافق على تفاصيل خطة الضم في ظل التقديرات التي تشير إلى مرور الأول من تموز يوليو من دون تغييرات حقيقية على الأرض التفاصيل مع منال إسماعيل مع اقتراب الأول من تموز يوليو موعد تطبيق إسرائيل خطتها لضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية إليها لا تزال الضبابية تخيم على المشهد السياسي في إسرائيل وعلى وقع الخلافات الحادة في الرأي بين رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو وشركائه الائتلافيين من حزب أزرق أبيض بشأن خطة الضم خلافا للشرط الأمريكي لدعم الخطة وصل طاقم السلام الأمريكي برئاسة مبعوث الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط آفي باركوفيتش لإجراء سلسلة اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن خطة الضم مبعوث البيت الأبيض وصل إلى إسرائيل للقاء عدد من المسؤولين الإسرائيليين في محاولة لفعل شيء بخصوص الضم التقدير في إسرائيل هو أنه من ناحية البيت الأبيض نحن مازلنا في فترة توجه نحو ضم ليس صفرا وإنما هو ضم رمزي بمعنى محاولة تشجيع نتنياهو على السير نحو خطوة مقلسة وفيما يعتمد نتنياهو أسلوب التورية في مخص عرض تفاصيل خرائط خطة الضم ونواياها الحقيقية بشأنها كشفت مصادر إسرائيلية عن موقف الأردن الرافض للضم بكل أشكاله رئيس المصاد أراد أن يفحص مع الملك ما الذي سيفعله الأردن في حال قامت إسرائيل بضم محدود فأوضح الأردنيون أنه من ناحيتهم لن يقبلوا بهذا الأمر سواء كانت ضم صغيرا أو كبيرا فمن ناحيتهم الأمر ذاته والرد سيكون مشابها الأردنيون أوضحوا للولايات المتحدة وأيضا للدول الأوروبية حتى لا يحصل سوء تفاهم بشأن موقفهم وعلى وقع التقديرات الإسرائيلية وحتى الأمريكية التي تتحدث عن إمكانية مرور الموعد الأصلي للضم في الأول من تموز يوليو من دون أن يجري أي تغيير على الأرض أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن الدعم الأمريكي للخطوة برد في هذه الأثناء في ضوء الشكوك بشأن ما إذا كانت ضم سينفع الرئيس ترامب في الانتخابات الأمريكية المقبلة أم لا ونبقى في فلسطين المحتلة حيث رسمت جدارية على جدار الفصل العنصري جمعت بين الشهيد إياد الحلاق الذي قتله الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد إلى جانب جورج فلويد الذي قتلته الشرطة الأمريكية تقرير نسرين سلمي هذا الجدار هو للفصل العنصري وسرقة الأرض ورغم بشاعته أراد الفلسطينيون استغلاله لإيصال رسالتهم إلى العالم بتوقهم للحرية ورفضهم للظلم والعنصرية ولأن الجدار الفاصل رمز للعنصرية التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني اختر الرسام تقي الدين سباتين رسم صورة للشهيد إياد الحلاق على الجدار بين القدس وبيت الأحم فهو أيضا قتل بدم بارد في القدس على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي ولم تشفع له حالته الصحية كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة وإلى جانب الصورة كتب سباتين ليس فلويد فقط من قتل بسبب العنصرية فان هو من أجمل الطرق اللي ممكن الفنان أنه يوصل رسالته لطبقك لي واسعة وكبيرة من العالم هي لغة العالم المشتركة تقريبا أنا هنا في فلويد كتبت أنه فلويد ما ماتش من نقص الأكسجين مات من نقص العدالة ورسمت له هو إياد الحلاق وكتبت جنبه أنه مش بس فلويد وإياد الحلاق كمان سباتين قصد بفلويد الأمريكي جورج فلويد الذي قتل في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أصوله الإفريقية وأثار غضب الملايين من بينهم الفلسطينيون الذين يستشهدون ويعتقلون يوميا على أيدي جنود الاحتلال بسبب دفاعهم عن حريتهم أو لمجرد أنهم فلسطينيون اخترت أرسم على الجدار لأنه الجدار الفصل العنصري العنصري الذي يتمثل في طريقة بناءه وفي طريقة الفصل والعنصرة التي صنعها الجدار على الأرض وعلى الهوية الفلسطينية هي نفسها العنصرية التي أودت وقتلت فلويد وإياد الحلاق سورة إياد الحلاق وإلى جانبه جورج فلويد تحولت إلى رسالة وجهت إلى العالم لمناهضة العنصرية في فلسطين أيضا نسر سلمي من بيت اللحم الميادين هذا واستمرت الاحتجاجات في واشنطن ونيورك وولايات أمريكية أخرى في ظل انقسام بين المناهضين للعنصرية من جهة والمحافظين والمؤيدين لترامب من جهة أخرى تقرير محمد بو عبد الله مجددا يثير الجدل حساب ترامب على تويتر يشارك مقطع فيديو وسرعان ما يحذف تغريدته بعد انتقادات بشأن الفيديو الذي يصرخ فيه هذا الرجل بأن السيادة هي لذوي البشرة البيضاء عبارة ترددها جماعات تنادي بتفوق العرق الأبيض لاحقا صدر تبرير من متحدث باسم الرئاسة بأن ترامب لم يسمع العبارة وهو يشاهد حماسة كبيرة من مؤيده غير بعيد عن البيت الأبيض يجوب المتظاهرون شوارع واشنطن مطالبين بإنهاء التمييز العرقي وبالعدالة الاجتماعية في نيويورك أيضا تظاهر الناقمون على عنصرية الشرطة وطلبوا بتجريدها من السلاح هل تصغونها إلينا إذ نسمعكم أننا حزينون ونخبركم أننا بحاجة إلى الدعم أما أنصار الرئيس دونالد ترامب فقد تجمعوا خارج هذا المتحف في نيويورك للدفاع عن تمثال الرئيس الأسبق تيودور روسفلد عليهم أن يضعوا مشاعرهم جانبا ويدركوا حقيقة إرسي أمريكا وقوتها لأن هذا الرجل قام بالكثير للبلد ومن السخافة أنهم يريدون إزالته وفي فيرجينيا تظاهر المئات تعبيرا عن دعمهم للشرطة وسط دعوات لإلغاء تمويل إدارات إنفاذ القانون وتفكيكها نحن هنا لنظهر الدعم للشرطة في منطقتنا وفي جميع الولايات المتحدة بأننا ندعم رجالها على الدوام صحيح أن هناك عددا من العناصر السيئين ولكننا ندعم الغالبية مجلس نواب الأمريكي كان قد أقر مشروع قانون من شأنه وضع قيود على الشرطة للحد من استخدامها المفرط للقوة من بين تدابير أخرى لكنه متوقف في مجلس الشيوخ أعلن المدعي العام لطهران القاضي علي القاصي مهر صدور أوامر باعتقال ستة وثلاثين مسؤولا سياسيا وعسكريا من الولايات المتحدة ودول أخرى على علاقة بجريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخلال اجتماع لكبار المسؤولين في السلطة القضائية أضاف مهر أن القضاء الإيراني أصدر مذكرات حمرا عبر الانتربول بحق هؤلاء مشيرا إلى أن التهم الموجهة إليهم هي القتل والعمل الإرهابي هذا وأعلن الانتربول أنه لن يستجيب للطلب الإيراني إلى ذلك قال رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي إن الاعتقالات في أمريكا وأوروبا كشفت حقيقة مدعي حقوق الإنسان رئيسي وفي اجتماع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قال أن الدول الأوروبية تعتقد أنها ستتمكن من الضغط على إيران عبر قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشيرا إلى أن الترويكا الأوروبية دعمت أمريكا بعد اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ولا يمكن الاعتماد عليها الظروف التي تمر بها أمريكا وحلفاؤها من الدول الأوروبية عكست لكل العالم ما هي حقوق الإنسان في هذا البلد اليوم الشعب الأمريكي والشعوب الغربية وبقية شعوب العالم كشفت كيف تنتهك قوة الاستكبار حقوق الإنسان في الحياة والعدالة والحرية الاعتقالات في أمريكا وأوروبا كشفت حقيقة مدعي حقوق الإنسان والدول الأوروبية تظن أنها ستتمكن من الضغط على إيران عبر قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية نحن نعرف جيدا الترويكا الأوروبية التي دعمت أمريكا بعد اغتيال الشهيد سليماني إن أمريكا بالنسبة إلى إيران عدوة والأوروبيون لا يمكن الاعتماد عليهم بل ما يمكن الاعتماد عليه هو القدرات ذاتية للشعب الإيراني بدورها دعت الخارجية الإيرانية الأوروبيين إلى وقف ما وصفته بالحركات الاستعراضية مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تستخدمهم كأدوات للتهديد ولا تهتم بهم ودع المتحدث باسم الخارجي عباس موسوي جميع أعضاء الاتفاق النووي إلى الالتزام به والابتعاد عما سماه الأسليب غير البناء لسنا معجبين بالمواقف الأوروبية الأخيرة في الشؤون المختلفة مواقفهم متذبذبة فهم في الوقت نفسه أعضاء في الاتفاق النووي ويدعون أنهم يريدون الحفاظ عليه ولكن إجراءاتهم تتعارض ونص الاتفاق النووي حيث دونوا قرارات جديدة ردت عليها إيران بحزم ربما تعتقد ترويكا الأوروبية وأن ما تفعله يجعلها في مكان وسط بين أمريكا وإيران هو تسيطر بذلك على الأوضاع وتنقذ الاتفاق النووي لكن طريقة إنقاذ الاتفاق النووي تكون فقط بعودة جميع الأعضاء للالتزام به بعيدا من الحركات الاستعراضية المتذبذبة التي تحمل إشارات خاطئة للطرفين ولن تحفظ الاتفاق النووي بكل تأكيد وفي العراق اتهم القيادي في كتائب حزب الله أبو علي العسكري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتعاهد للأمريكيين بضرب الحجد الشعبي والبدء بالكتائب العسكري أضاف أن القوة الخطفة أجبرت على تسليم الشباب المختطفين لقوة من الحجد ونقلهم بالتفاهم مع الكتائب إلى أحد مقارهم مشيرا إلى إنهاء إجراءات وضع الشباب القانوني قبل طوريتهم بتهم كيدية كانت معدة لهم العسكري أكد أنه سترفع دعوا ضد من خطفهم وأن القاظمي تعهد عدم تكرار ما حدث إلى تركيا حيث لا يختلف دور الإعلام التركي الرسمي كثيرا عن السلطة في بلاده إعلام كما الحزب الحاكم انقلب من صفر مشاكل إلى الانغماس في جميع المشاكل تقرير حسن عبدالله في خدمة الأجندة السياسية للرئيس التركي المؤسسة على التدخل والتورط في الشؤون الداخلية للدول العربية ثبت الإعلام التركي وملحقته المحلية والخارجية نهجا إعلاميا يتبنى التحريض ونكأ الجراح وتفتيط الرأي العام للسماح للأدوات العسكرية والسياسية التركية بإحكام قبضتها على مصائر الدول والشعوب منذ تفجير الحرب على سوريا لم تتوانى وسائل إعلام تركية رسمية عن توجيه الصراع في منحا طائفي عرقي ولم تهدأ تقاريرها ومقالاتها في تجنيد كل ما يوفر الإسهام في إسقاط دولة السورية أملا بتمكين الإرهابيين والخارجين على القانون والمؤسسات من تسهيل وتشريع التدخل التركي والتلاعب بمكونات الشعب السوري ومصيرها في العراق لعب الإعلام التركي الدور نفسه تحريضا طائفيا وعرقيا أملا بزعزعة وحدة البلاد وتمهيد الأجواء لتدخل يؤمن مصالح أنقرة هل يجب التذكير كيف تحول الإعلام التركي إلى أداة في يد الحالم بكورسي السلطان مبررا له الاعتقالات بحق الكتاب والمفكرين وإقفال مؤسسات الإعلام المعارض لمجرد الاعتراض على السياسات المغامرة لأردغان يمكن العودة إلى سياسة الإعلام التركي بالابتزاز الهائل لأوروبا والمؤسسات الدولية ومن بعدها مسلسل مقتل الصحفي جمال خاشقجي وسوق التسويات المفتوح لمن يبيع لنكتشف حجم وعمق التباعية والارتهان لإرادة أنقرة والمقامرة على حساب المصدقية والمهنية والتقاليد الإعلامية كل ذلك جرى ونحن أمام فصل إعلامي جديد لترقيع فضائح أنقرة وتورطها في لبنان أخيرا فصل يكشف قيادة مواقع ومؤسسات صحفية لأوامر ساسة لا يهمهم من الإعلام سوى تمصر تكاباتهم والترويج لمغامراتهم حزب الخضر يتقدم في مدن كبرى متعددة في الانتخابات البلدية الفرنسية فيما لم يحقق حزب الجمهورية إلى الأمام الحاكم برئاسة إمانوال ماكرون نتائج حاسمة في أي مدينة كبيرة ومعركة باريس تحسمها للمرة الثانية عمدة باريس آن هيدالغو التفاصيل في التقرير التالي لمريم عثمان انتكاسة للحزب الحاكمي خلال الانتخابات البلدية الفرنسية بعد تأجيل الدورة الثانية منها لأكثر من ثلاثة أشهر فشل حزب الجمهورية إلى الأمام برئاسة إمانوال ماكرون في تحقيق نتائج حاسمة في أي مدينة فرنسية كبيرة حزب الخضر فجر مفاجأة في هذه الجولة بعد تحقيق مرشحه تقدما في عدة مدن فرنسية كبرى أبرزها مارسيليا ثاني كبرى مدن فرنسا وليون وسترسبورغ وبوردو وبواتي ففي ليون مثلا أنهى الخضر بقيادة جريغوري دوسي حقبة الاشتراكي السابق جيرار كولومب بعد نحو عشرين عاما في البلدية أما اليمين المتشدد ففاز في الانتخابات في بيربينيون مع انتصار لويس أليو النائب السابق لمارين لوبان معركة باريس كانت محتدمة إلا أن الاشتراكية أنهيل داغو نجحت في حسمها لمصلحتها وفازت بمنصب عمدة باريس للمرة الثانية بنسبة 50% متقدمة على منافستيها اليمينية رشيدة داتي ووزيرة الصحة السابقة أنياس بوزان عن الحزب الحاكم لقد اخترتم الأمل اخترتم باريس التي تتنفس وباريس المتحدة أريد أن أشكر جميع المواطنين الذين خرجوا للتصويت على الرغم من أزمة كورونا وأمام الإقبال غير الكثيف على الاقتراع بنسبة تصويت لم تتجاوز الأربعين في المئة والتراجع الواضح لشعبية الحزب الحاكم يبدو ماكرون أمام تحدي حقيقي قبل عامين من انتهاء ولايته الرئاسية ولسيما في ظل الغضب الاجتماعي والانتقادات الواسعة التي واجهتها حكومته خلال أزمة كورونا وما سبق ذلك من تظاهرات واسعة شهدتها البلاد احتجاجا على الوضع الاقتصادي والمعيشية في عهده والان تذكير بعنوين السابعة استمرار المواقف الرافضة لتدخل السفيرة الأمريكية في لبنان وبيان الخارجية بعد لقائها يكتفي بالتوضيح القوات المسلحة اليمنية تتعرض مشاهد العملية العسكرية الأهم في محافظتي مأرب والبيضاء رئيس الوزراء الماليزية السابق مهاتين محمد للميادين موقفنا ثابت من عدم الاعتراف بإسرائيل ومن رفض تطبيع بعض الدول معها طهران تصدر أوامر باعتقال بحق 36 مسؤولا بينهم ترامب لتورطهم في اغتيال الشهيد سليماني والانتربول يقول أنه لن ينظر في الطلب الإيراني انتكاسة لحزب الرئيس الفرنسي في الانتخابات البلدية وتقدم لحزب الخضر واليسار وكان في النشرة الشهيدية حلاق وجورج فلويد على جدار الفصل عنصري في فلسطين المحتلة متأكد دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين باللغتين العربية والإسبانية السابعة انتهت في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر